الشرطة الأمريكية تعتقل بفضادة عشرة الأشخاص في بلتيمور بسبب خرق حضر التجول الذي تم الإبقاء عليه من طرف السلطة الأمنية ليلة السبت إلى الأحد لليوم الخامس على التوالي وذلك إثر يوم شهدت خلاله المدينة مسيرة هادئة احتفالا بقرار المتابعة القضائية لستة من رجال الشرطة بشبهات التورط في قتل مواطن أسود البشرة في التاسع عشر من أبريل نيسان خلال أدائهم مهمهم بالإفراط في استعمال القوى ضده المسيرة التي شرك فيها الألاف خلال النهار تحت شعار لا سلم بدون قصاص تمت في أجواء سلمية على إقاعات وأنغام الموسيقى واستمرت إلى غاية الليل أمام مقرع مادة هذه المدينة الساحلية الواقعة شرق الولايات المتحدة الأمريكية المئات من المشاركين في المسيرة والتجمع بقوا في الشارع رغم حلول موعد حضر التجول مما استدعى تدخل الشرطة